السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم سجلت الدول العربية احسن مشاركة لها في الدورات الولمبية بعد ان تمكنت من الفوز باسبعتاش ميضانية في المجموع وكانت سبع ذهبيات اربع فضيات وستة بروزيات وهي الحصيلة التي هلل لها البعض فيما اعتبرها البعض الاخر لا ترقى لتطلعات الجماهير العربية قياسا بما تتوفر عليه الدول العربية من امكانية بشرية ومادية متنوعة خاصة ان حصيلة الدول العربية مجتمعة كلها لا تأتي حتى في المراتب العشرة الاولى التي هي مع دول كبيرة ومعروفة وانما فقط مرتبة الدول العربية مجتمعة تكون في المرتبة الرابعة عشر كما قلنا بسبعة عشر ميضانية هذه المرتبة العاشرة لا تأتي حتى في نصف ما جمعته دولة صغيرة مثل هولندا والتي استطاعت الفوز بخمسة وثلاثين ميضانية في المجموع من بينها أربعة عشر ميضانية ذهبية في هذا التقرير سنحاول أن أعرفكم على أبطال العرب الأولمبيين والذين نوجه لهم تحت تحية التقدير خاصة وأن معظمهم كانت نظير مجهودات فردية خالصة والبداية ستكون مع المرتبة الرابعة وثمانين والتي احتلتها دولة قطر ببرونزية واحدة كانت من نصيب عيسى معتز عيسى برشم الذي فاز ببرونزية ربما تكون هي الأخيرة له في منافسات الأولمبياد خاصة بعد تقدمه في السن حيث يبلغ ثلاثين سنة حاليا في المرتبة الرابعة وسبعين نجد الأردن والذي فاز بميدالية في الضيار في الطايكواندو في وزن ثمانية وستين كيلو غرام عن طريق زياد كارم وفي المرتبة الستين نجد المغرب بميداليتين واحدة ذهبية وواحدة برونزية الميدالية الذهبية كانت في ثلاثة ألاف متر موانع رجال من نصيب صفيان البقالي الذي توجه بالذهبية أما الميدالية البرونزية فكانت لمنتخب كورة القدم للرجال وهي الميدالية الأولى في تاريخ المتخبات العربية في رياضة كورة القدم ومن باب الصدف أنها جاءت على حساب منتخب عربي وهو المنتخب المصري في المرتبة الثانية والخمسين نجد تونس بثلاث ميداليات واحدة من كل نوع أي ذهبية فذية وبرونزية وكانت في الطايكواندو في وزن ثمانين الذهبية كانت في الطايكواندو في وزن ثمانين كيلو غرام رجال بواسطة فراس قطوسي أما الفذية فكانت في مصارعة سلاح الحسام رجال وأحلزها فارس فرجاني أما النحاسية أي البرونزية فكانت مرة أخرى في رياضة الطايكواندو في وزن ثمانين وخمسين كيلو غرام من نصيب محمد خليل الجندوبي في نفس المرتبة دائما أي في المرتبة الثانية والخمسين نجد دولة مصر والتي رغم أنها شاركت بأكبر وفد عربي وب 164 رياضي إلا أنها لم تتمكن من تسجيل سوى ثلاث ميداليات واحدة ذهبية واحدة فذية وواحدة بروزية الميداليات المصرية كانت كما يلي ذهبية لأحمد الجدي في الخمسي الحديث رجال والتي سجل معها أيضا رقم قياس عالمي وأولمبي والفذية كانت في رفع الأثقال في وزن واحدة ثمانين كيلو غرام سيدات وكانت من نصيب صارة أحمد أما البروزية فكانت في سلاح الحسام رجال من نصيب محمد السيد في المرتبة التاسعة والثلاثين نجد الجزائر بثلاث ميداليات ذهبية وبروزية الذهبية الأولى كانت من نصيب الجنبازية كيليا نمور لدى السيدات وأحرزتها في جهاز العمدين الغير المتوازين أما الميدالية الذهبية الثانية فكانت في وزن 66 كيلو غرام سيدات من نصيب إيمان خليف وهي بالمناسبة أول ميدالية ذهبية لسيدات العرب في الملاكمة أما الميدالية الثالثة لجزائر فكانت برونزية من نصيب جمال سجاته في سباق 800 متر الرجال أما المرتبة الأولى بين قوسين لدى المبلدان العربية وهذه بين قوسين ستعرف هناها حالا لماذا بين قوسين المرتبة الثالثة والثلاثين والأولى عربية كما قلنا هي من نصيب البحرين بذهبيتين فضية وبرونزية الميدالية الذهبية الأولى كانت في 3000 متر موانع سيدات من نصيب وانفريد يافي والتي أحرزت الميدالية الذهبية هناك أيضا في المصارعة وفي وزن 97 كيلو غرام رجال أخمد تازهدي نوف أحرز الميدالية الذهبية وفي سباق 400 متر سيدات هناك سلوى عيد ناصر التي أحرزت في الضياب وفي رفع الأثقال وزن في رفع الأثقال في وزن 102 كيلو غرام هناك قور من يسيان الذي تحصل على ميدالية برونزية كما تلاحظون أسماء الوفد البحريني عفوا الوفد البحريني كلها يعني لرياضيين مجنسين على كل حل كانت هذه تذكرة بأسماء كل الأبطال العرب المتوجين في دورة بريز نتمنى ميداليات أكثر في الدورة القادمة في دورة لوس أنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية شكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة هذا الفيديو على نطاق نواسع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة